تطاول أمد الأزمة السودانية بجانب تعثر جهود الوساطة الإقليمية وبحسب مراقبين سيرقودان البلاد إلى المجهول خاصة في ظل الفراغ الدستوري الذي تعيشه مؤسسات الدولة تعثر الجهود الإقليمية وعلى رأسها الوساطة الإثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير دفع بعض الأطراف الإقليمية للمسارعة في تقديم مبادرات جديدة لإيجاد حلول للأزمة السودانية وعلى رأسها الجامعة العربية بجانب مساعي دولة جنوب السودان الرامية للتوسط بين المعارضة والمجلس العسكري المبعوث الإثيوبي محمود ديرير أرجع عودته إلى الخرطوم أكثر من مرة حيث أكدت بعض المصادر الصحفية أن ديرير سيعود إلى الخرطوم غدا الجمعة عقب انتهاء اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة والشركاء الدوليين والمنعقدة في أديس أبابا لمناقشة المشكلة السودانية تطاول أمد الأزمة السودانية بجانب تعثر جهود الوساطة الإقليمية ربما يقود البلاد إلى المجهول خاصة في ظل الفراغ الدستوري الذي تعيشه مؤسسات الدولة فالأفق السياسي يبدو مسجودا في ظل تحذيرات المجتمعين الدولي والإقليمي من الحلول والقرارات الأوحادية